الإبداع والتحدي والكفاح مصطلحات جسدها بشكل عملي حسام حسين العمودي ذا الأربعين عاماً أحد أبناء غير أبا وزير بمحافظة حضرموت والذي عمل بعزمة وإصرار على تطوير مهاراته في مجال المنتاج والإخراج بشكل أبهر من حوله متحدياً إعاقته للقسدية التي رافقته منذ طفولته وجعلته غير قادر على الوقوف والمشي بشكل طبيعي وتعد دراجته هذه الأربع عجلات وسيلة التنقل التي تساعده على أداء مهامه وواجباته الاجتماعية معاك حركياً الحمد لله وأشتغل في المنتاج والأخراي والحمد لله من الصباح أقوم بدري الحمد لله وأقوم بعملي أشتغل من ساعة ست حتى الساعة تنعشر الظهر عشرين سنة وأنا أشتغل في هذا العمل والحمد لله دحينا ضعف العمل ضعف كثير بيم يمتلك من الإرادة والعزيمة القوية التي جعلته يتحدى الإعاقة التي شاءت إرادة الله ومشيئته أن ترافقه منذ الطفولة حاول أن ينمي قدراته وينمي معرفه والدخول في بعض الدورات في مجال الكمبيوتر حيث درس الكمبيوتر وأجاذ استخدامه في المنتاج والإخراج الفني طرق حسام أبوابا عدة لعله يحصل على وظيفة تساعده على إعالة نفسه وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الثلاثة لكن تلك الأبواب ظلت مغلقة في وجهه رغم أن القانون يكفل نسبة من الوظائف لذوي الأحتياجات الخاصة فكان هذا المحل الصغير في منزله هو ملجأه يكافح من خلاله ظروف الحياة الصعبة وفي ذات الوقت يمارس فيه شغفه الفني في المنتاج والإخراج فيترجم هذا الشغف إبداعا يظهر جليا من خلال الأعمال التي يقوم بإنتاجها تعلمت الأخراي ما هو من دوره معناه ولا حياة تعلمته في واحد صديقي عندي يعلمناه يوم يومين وقبلت تشتغلي كله معناه هكذا الحمد لله الحياة اللي بغيتها اللي معناه حياة اللي هدوه تفهمها الحمد لله ولم تمنعنا ليعادها الحمد لله الزويت الحمد لله الزويت وعندي عيال حسام يبحث عن وظيفة ويناشد كل الجهات المسؤولة أن تتفت له بعين الرحمة وتعينه على الحصول على وظيفة كونه يستحب تلك الوظيفة لإعانة أسرته كترة استيديوهات كترة دي ونا بغيت وظيفة في الحكومة حتى تقاعد بغيت ما هو هكذا بغيت تقاعد الحمد لله المهم الحمد لله ما حصلت حد يقوم بنا نريال معاق معايا ولاد ما حد يخدم حد هذا الوقت تحويل المحنة إلى منحى والابتلاء الذي قدره الله عز وجل إلى دافع لتطوير الذات أمور لا يقوم بها إلا أصحاب الهمم العالية والذي يعد حسام العمود واحدا منهم وينبغي أن يحظى بالدعم والتشجيع والتقدير الذي يستحقه ويتناسب مع إصراره وإرادته وعزيمته التي لا تلين مهما كانت الظروف ترجمة نانسي قنقر